فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شغور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النوم مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى برنامج أهل الزك وأبدأ الحلقة بسؤال حول بازان من هو بازان وما قصة بازان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قصة بازان وإسلام بازان له قصة يعني طريفة نسمع هذه القصة رواها جمع من الصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بعث عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وهو بعثه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابا كتابا ليس كتابا الرسائل تسمى كتبا كتابا يدعوه إلى الإسلام فقال عبد الله ابن حذافة فدفعت إليه الكتاب كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقرئ عليه ثم أخذه بعد أن قرئ عليه فمزقه فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه وكتب كسرى إلى بازان ذكره بازان عامل بازان هذا عامل كسرى على اليمن يعني أمير كسرى على اليمن فقال له أن ابعث من عندك رجلين جلدين قياء يعني إلى هذا الرجل الذي بالحجاز فليأتيان بخبره فبعث بازان قهرمانه ورجلا آخر من السر المقرب منه وكتب معهما كتابا فقدم إلى المدينة فدفع بكتاب بازان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعهما إلى الإسلام وكانت فرائصهما ترتعد يعني بيرتعشك وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ارجع عني يومكما هذا حتى تأتياني في الغد تعال في الغد فأخبركما بما أريد فجاءه من الغد فقال لهما أبلغ صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسره في هذه الليلة سبع ساعات مضت منها وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليالي مضين من جماد الأولى سنة سبع وأن الله تبارك تعالى صلت عليه ابنه شيرويه فقتله شيرويه فقتله فرجع الرجلان إلى بازان بذلك فأسلم بازان كان شيرويه والملأ في الفرس أخفوا أن كسر قتل يعني يا ديبني من هذه الليلة فأخفوا ذلك فلم يكن بازان يعلم ذلك ولم يكن الخبر قد انتشر فلما عاد إليه الرجلان بهذا الخبر الذي لم يعلمه بازان وأخبره بمقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كيف قتل وقتله ومتى قتل ومن الذي قتله فأسلم بازان وأسلم الرجلان ودخل يعني الكثير من أهل اليمن إلى إلى الإسلام هذه القصة يعني فيه السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله لكن هذا يرتبط بازان بالأسود العنسي وهذا أحد الذين ادعوا النبوة وباليمن فعقب إسلام بازان وإسلام أهل اليمن أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جميع اليمن يعني أمر بازان هذا على جميع اليمن وجعل أمراء على إمارات اليمن فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع ادعى الأسود هذا النبوة وارتد عن الإسلام وهذه أول ردة في الإسلام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعه في شعوذته ودعواه البطلة الكثير من الأعراب ومن العرب للأسف يعني ادعى النبوة هؤلاء كانوا من الكهنة كهنة لهم علاقة بالشياطين ويقولون سجعا معروف هذا السجع سجع الكوهان ويأتيهم الشياطين بأخبار هذا وأخبار هذا وأخبار ذاك فكانوا يدعون النبوة ويكذبون على الناس والناس يسمعون بعض الأخبار التي يأتي بها الشياطين عن حدث كذا بالأمس وعندكم طعم كذا وفعلتم كذا فيغترون بهؤلاء الأسود استفحل أمرهم وغزى إمارات اليمن وانتصر عليهم انتصر عليهم وقتل بازان قتل بازان الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على على اليمن وتزوج زوجة بازان يعني كراهية كذا إكراها لها فوسبت له ملك اليمن وتزوج زوجة أمير اليمن هو بازان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر فأرسل إلى كتابا ب بقتال الأسود عن سي أو لم تستطيعوا قتاله فاقتلوه فاقتلوه فقويت نفوس المسلمين بذلك وقصة طويلة وموجودة يعني في البداية والنهاية لابن كثير فغيره اتفقوا مع امرأتي التي كانت مسلمة وكانت كارهة لهذا المدعي النبوة الكافر فاتفقوا مع امرأته وعلى يعني الحيلة للوصول إليه وإلى وإلى قتله نعم فخرج فساعدتهم في الدخول عليه وقتله فيروز الديلمي جاء أنصاره لما سمعوا صوت صراخه عندما طعن فقالت لهم إنه إن نبيكم يوحى إليه يصرخ كذا يوحى إليه فتركوا وخرج المسلمون بعد قتل الأسود إلى المرتدين وانتصروا عليهم وعاد الأمراء الذين كان عينهم النبي عليه الصلاة إلى الحكم لكن بازان كان قد قتل قد قتل نعم وأيضا يعني ورد في البداية والنهاية أنه أتى أنه أتى الخبر من السماء إلى النبي صلى الله ورم قتل فيها الأسود المدعي النبوة هذا والنبي قال قتله رجل مبارك من U وقيل بل كتب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل الأسود وجاءت الرسل لتخبر النبي عليه الصلاة بمقتل أسود عن سيد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قبض قد مات صلى الله عليه وسلم سؤاله التالي عن يسأل عن وقت الوقوف بعرفة يعني هل يجزئوا أن يقف ليلة فقط أم يقف نهارا فقط الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله السنة هو الوقوف من الزوال من بعد الظهر إلى غروب الشمس حتى تغرب الشمس يعني يدخل جزء من الليل هكذا السنة هكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بعد أن صلى الظهرة والعصرة جمعا وقصرا في نمرة فإنه ركب انططى القصوى وأتى الموقف لعرفات وظل صلى الله عليه وسلم في عرفات من هذا الوقت بعد الزوال حتى غربت الشمس فدفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدل فهذا الوقت الذي هو وقت السنة الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام أما غير ذلك فسنرم لو وقف بعد الزوال فقط فقط ولم يقب بالله يعني وقف بعد الزوال لكن لم ينتظر حتى الغروب فالجمهور على أن وقوفه صحيح ووقف بالنهار فقط لكن من بعد الزوال وقوفه صحيح إلا أنهم أوجبوا عليه الدم عليه الدم وأنك قول الشفعية قالوا ليس عليه دم ورجحه النووي ورجحه النووي هذا لو وقف بعد الزوال لكن لم ينتظر إلى الليل الوقوف صحيح لكن الجمهور أوجبوا عليه الدم وأنك قول الشفعية رجحه النووي أنه ليس عليه الدم نقول هذا التفصيل لأن بعض الناس يسألون هذه الأسئلة كثيرا في عرفات في عرفات لو وقف بالليل فقط يعني لم يقف بالنهار ووقف بالليل فقط فإنه وقوفه وصحيح وقوفه وصحيح عند الجمهور ولا دم عليه ولا دم عليه بل الذي يقف بالليل عند الجمهور وقوفه صحيح ولا دم عليه يقف من بعد الظهر لكن لا يصل إلى المغرب لأن لا يقف جزءا من الليل عند الجمهور وقوفه صحيح وعليه دم لو وقف قبل الزوال قبل الزوال يعني قبل أزاد الزهر فالجمهور قالوا أن وقوفه لا يجزئ أن وقوفه لا يجزئ يعني لم يقف بعرفه وعند الإمام أحمد يجزئ لأنه عند الحنابلة جعلوا وقت الوقوف من طرق الفجر قالوا اليوم يبدأ من طرق الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من يوم النح طرق الفجر من يوم النح إذن أجمعوا على أن آخر وقت الوقوف عرفة هو فجر يوم النحر يعني طوال اليوم والليل كده فجر حتى يعني فجر يوم النحر إذا فيه إجماع أنه ده آخر وقت الوقوف الخلاف في أول وقت الوقوف في أول وقت الوقوف كما رأينا فالجمهور على أنه أول لوقوف من زوال الشمس يو عرفة المالكية قالوا لوقوف بالليل فقط إذا وقف بالنهار عليه دم عليه دم وقف بالنهار فقط حنبلة قالوا وقت الوقوف من طلوع الفجر من طلوع الفجر من طلوع الفجر من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر في يوم النحر لا شك أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأسوة وهي الأجدر لكن هذا الخلاف أنا أذكره من باب التوسعة لأن هناك أعذارا وهناك أمورا تحدث في عرفات فهذا من باب أن يعلم الناس ماذا قال العلماء في وقت الوقوف بعرفة ولقصها مرة ثانية بالطبع لو وقف من الزوال من بعد الظهر وصلاة الظهر والعصر بنامرة إلى بعد أن غربت الشمس هذا وقت لا خلافة فيه وأذا الذي وقف فيه الرسول الله عليه الصلاة والسلام لو وقف بالنهار فقط فوقوفه صحيح لكن عند الجمهور لكن عليه دم عليه عليه دم لو وقف قبل الزوال قبل الظهر من الفجر كده وانت طالع حتى قبل الظهر فلا يجزئه عند الجمهور ويجزئه عند الحنابلة عند الحنابلة والله أعلم يقول ما الفرق بين الأيام المعلومات في قول تعالى واذكر اسم الله في أيام المعلومات والأيام المعدودات في قول تعالى واذكر الله في أيام معدودات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الأيام المعلومات هي الأيام العشر منزل حجة والأيام المعدودات هي أيام التشريق هي أيام التشريق ورد ذلك عن ابن عباس رد الله عنه هذا قوله جماهير أهل العالم الأيام المعلومات هي الأيام العشر منزل حجة هذه الأيام لها فضيلة عظيمة ربما نعود إلي والمعدودات هي أيام التشريق ما هي أيام التشريق؟ ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد ما هو أول يوم العيد اسمه يوم النحو هو يوم الحج الأكبر يوم النحو وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد عيد الأطحى تسمى بأيام التشريق بأيام التشريق يسأل اشترى سلعة بالتقصيد ويريد يعني أن يسدد للرجل الذي اشترى منه السمن قبل انتهاء المدنة المتفق عليها الزمنية على أن يضع له البائع شيئا من سمن السلعة من الدين يعني فلاذا يجوز أم لا يجوز أم لا يجوز هذه الحمد لله والصلاة والسلام وعلى صورة الأهل والسلام هذه المسألة تسمى ضع وتعجل ضع وتعجل الجمهور قالوا أنها لا تجوز أنها لا تجوز وقالوا هي كالربا شبيهة بالربا الربا أمهلني وزد يعني أخر عني السداد وزد علي الماد وهذه عجل لي السداد وضع عني الماد فالجمهور قالوا لا تجوز الجمهور قالوا لا تجوز وهناك فريق آخر من أهل العلم قال بالجواز قال بالجواز وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما ومنقول عن الشافعي عليه رحمة الله اختار وابن تيمية وابن القيم وأجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرط يكون هذا عن اتفاق سبق يعني ما بين البائع والمشتري يعني يقول هما يكتبان العقل يقول لو سددت لك كذا تضع لعا عني كذا أو كذا أو كذا فيقول هذا من باب باعتين في بايع إنما هو اتفاق وباع ثم جاءه مال فزهب إليه وقال سأسدد لك باقي السلعة الانتضع عني من سمن السلعة فقالوا بجواز ذلك وعلى ألا يتدخل طرف سالس يعني ويأتي واحد سالس ويقول ضع عنه كذا وأنا سأسدد لك ثم يأخذ هو الأقصاد بتمامها من الآخر هذا لا يجوز هذا لا يجوز وأرى والله أعلم أن هذا هو الراجح هذا هو الراجح وأنا أرى أن ذلك ليس من الرب بل هذا من التيسير على الناس على الشروط التي ذكرتها في الفتوى والله أعلم نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 فاسألوا أهل الذكر التالي يسأل هل الحجامة وقت محدد ثبت في السنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عنه الصلاة والسلام هناك حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتجم لسبع عشر وتسع عشر وإحدى عشر رواه الترمذي وغيره هذا أكثر أهل العلم على ضعفه على ضعفه لكن هناك من حسنه من حسنه الترمذي قال حديثا حسن الصوتية حسنه ابن حجر الصوتية معروف من المتساهلين ابن حجر ليس الحافظة الهيتمي والنوية حسنه والألباني أيضا فيه الصحيحة لكن أكثر أهل العلم على عالم تصحيح ونقل أيضا عن أنس أن الصحابة كانوا يحتجمون في هذه الأيام عموما ضعف أحاديث الاحتجام في وقت معين أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم كابن مهدي وابن الجوزي والإمام أحمد وأبو زرعة والعقيلي والحافظ بن حجر وغيرهم فالإنسان إذا احتاج للحجامة في أي وقت فإنه يفعلها يفعلها في أي وقت في أي وقت إذا استأنس بهذا الحديث كما قلت أن أكثر أهل العلم على تطائفه حسنه بعضهم أنا ذكرت من بعض من حسنه إذا استأنس به يعني ف جائز طالما هناك من من حسنه ولم يتفق الجميع على ضعفه مع أن الرجح وأنه ضعيف والله أعلم يسأل عن صحة الصلاة وهو عاري الكتفين عاري الكتفين نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام جمهور أهل العلم على صحة الصلاة لمكشوف الكتفين لمكشوف الكتفين عاري الكتفين وحملوا النهية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه لا يصلينا أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاطقه منه شيء وقالوا الحديث متفق عليه قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر الذي يصلي فيه ثوب واحد قال إن كان وسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتذر به فأتذر به إن كان وسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتذر به فمعناه هنا أنه لا يغطي كتفين والكتفين ليس من العورة ولا العاتقان ليس من العورة فالجمهور على صحة الصلاة على صحة الصلاة ابن حزم الظاهري قال بعدهم صحة الصلاة الصلاة وهناك رواية عن أحمد رواية عن أحمد وقد اختلف ابن مسعود رضي الله عنه أبي بن كعب في هذه المسألة هل تصح صلاة عاري الكتفين أم لا تصح صلاة عاري الكتفين فقال ابن مسعود قال كان ذلك والسياب قليلا أنه هو السوب الواحد يعني يلتحف به أو كان واسعا يلتحف به ضيقا يعتذر به فقال كان ذلك والسياب قليلا يعني الآن السياب كثيرا غطي الكتفين وقال أبي بن كعب الصلاة في السوب الواحد حسن جميل يعني لا شيء عليه ولما علم بالخلاف عمر رضي الله عنه فإنه نهى هما عن هذا الخلاف وقال صدق أبي ولم يألو بن مسعود يعني لم يبعد وصدق أبي يعني المسألة عمر ويقر رأي أبي بن كعب فالصلاة صحيحة لكن طالما المسألة ورد فيها ما سمعنا فلماذا أصلي وأنا عاري الكتفين عاري الكتفين فمن باب نستحباب كده وأخذ الزينة عند كل مسجد لكل مسجد فعند كل صلاة فأصلي وأنا أغطي الكتفين لكن هب أنه أصليت وعاري الكتفين فالصلاة صحيحة لكن يستحب كده ومن الزينة ظاهرة كده وأنت تقب بين يدي الله أن تغطي كتفيك هذا والله أعلم يسأل بينما يصلون في خارج المسجد انقطع صوته الإمام انقطع صوته الإمام ثم إذا بهم يسمعون عاد صوته سمع الله لمن حمده فماذا يفعلون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كانوا يصلون في الخارج وانقطع صوت الإمام ثم عاد صوته في سمع الله لمن حمده ماذا يفعلون سريعا يركعون ويدركون الإمام يعني يركعون سريعا يعني تسبحات قليلة ويدركون الإمام يدركون الإمام ويتابعون الإمام نعم بكده صلاته صلاتهم صحيح صلاتهم صحيح فيه تفصيل في المسألة بين من تخلف بعذر كالسؤال وبين من تخلف بغير عذر يعني متعمل يعني طبعا ده صلاته باطلة صلاته باطلة تخلف بغير عذر لماذا يتخلف عن الإمام صلاته نمجه على الإمام ليؤتم به فإذا يعني ركع فاركعه وإذا قام فقومه إذا سجد فاسجده يعني كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد وفي من تخلف بأذرك المسألة التي معنا فهذا يأتي بما تخلف بك كما قل يركع سريعا ويدرك ويدرك الإمام في المكان الذي في الركن الآخر في الركن الآخر وقيل بل حتى لو فاتوا ركنان يعني سمع الله لما الحمد ما سمعش سمع الله لما سمع مثلا وينزل إلى السجود فقالوا يأتي به أيضا يأتي بالرقوع ويأتي بالرفع من الرقوع ثم يدرك الإمام في السجود فالمهم أن لا يصل الإمام إلى المكان الذي فاتوا في الرقعة السابق يعني لا يصل الإمام إلى الركوع في الرقعة الثانية هنا خلاص الركعة يأتي بها بعد ذلك فاتتوا رقعة ويأتي بها بعد ذلك ابن قدامى رحمة الله يقول في المغن فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل أن ركع قبل أن يركع مثل أن ركع ورفع قبل ركوع الإمام لعزر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام طبعا انقطاع الصوت لم يكن في زمانهم الميكروفونات فإنه يفعل ما سبق به يدرك إمامه ولا شيء عليه نص عليه أحمد والله أعلم أعود للسؤال وصلونا خارج المسجد انقطع صوت الإمام وهو قبل الركوع ثم عاد هو يقول سمعوا يقول سمع الله المنحمدة يأتون بالركوع سريعا ويدركون الإمام والله أعلم تسأل عن صحة حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول عليه الصلاة بهذا اللبس هو حديث موضوع يعني مجزوه هو حديث مجزوه لكن هناك حديث استعينوا على إنجاح الحوائج الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسول والشيخ الألباني في السلسلة وغيرها قال هذا الحديث بهذا السند اختلف عن الأول قال هو جيد عندي فالحديث بهذا السند جيد عندي لكن غالب العلماء قالوا ليس بصحيح ليس بصحيح لكن المعنى إنه قد يستنبط من نصوص أخرى إنسان فعلا في مسائل يظهرها ومسائل لا يظهرها مسائل لا يظهر يعني مثلا مما يستنبط في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية الحسنة قال ولا تحدث بها إلا من تحب إلا من تحب فلماذا لأنه حتى الحسد والعين يكونان في الرؤى يكونان في في الرؤى والحسد والعين يؤديان إلى نفس النتيجة لكن الفارق أن الحسد يأتي ممن يكرهك والعين تأتي ممن لا يكرهك قد تعين أنت نفسك يعين من يحبك يعين الناس بعضهم بعض لأنهم ما قالوا اللهم بارك وما قالوا ما شاء الله لقوة إلا بالله ما شاء الله لقوة اللي باردت عن بعض السلف وهي في سورة الكهف يعني لكن السابت في الحديث أنه هل بركت عليه يقول اللهم بارك اللهم اللهم بارك فأمور قد سن عندما يحدث بها فقد يعان فيها أو يحسد فيها فالمساء تحتاج إلى فقه نفس يعني إلى فقه نفس يسأل هل هناك فارغ بين مكة وبكة نعم بكة الحمد لله والصلاة والسلام وعلى صلى الله عليه وسلم بكة لغة من مكة لغة بكة لغة من مكة أبدلة الميمو باء كما في قول لازب ولازم لازب ولازم نعم وأسماء مكة كثيرة أسماء مكة كثيرة البيت العطيق ومكة وبكة وبيت الحرام وأم القرى إلى إلى غير ذلك وهي من بكة إذا بكه إذا دقه أو إذا زحمه إذا فإنها تبك أعناق الجبابرة تبك أعناق الجبابرة أي تقطع أعناق الجبابرة وعن قتادة قال إن الله تعالى بك بها الناس أي جمع بها الناس فتصل للنساء أمام الرجال ولا يكون ذلك في بلد غيرها نحن نعلم أن صفوف الرجال ثم تأتي الصفوف بعد ذلك للنساء لكن في مكة تجد إن القبلة استديرة كده تجد من الممكن أن يكون النساء أمام الرجال في مكان والرجال في في مكان آخر بمقياس كده النظر يكونون متأخرين عنه هذا لا يكون إلا إلا في مكة فإن الناس يعني يستدير بعضهم إلى بعض فتكون وجوه بعضهم إلى بعض تكون وجوه بعضهم إلى بعض فهنا لابد من استقبال النساء من حيث وصل يعني الكعبة كده من ربع كده النساء بيصلوا هنا والرجال بيصلوا هنا فتجد الرجال هنا النظر هنا إلى يعني في القبلة والنظر إلى النساء النظر إلى إلى النساء هذا لا يكون إلا في في الكعبة وقيل بكة موضع المسجد والله أعلم والله أعلم نعم تسأل عن صحة حديث إذا رأى أحدكم في منامي ما يحب فليحدث به من يحب نعم كنت ذكرت استنباطا منه الآن نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم هذا جزء من حديث في الصحيحين جزء من حديث في الصحيحين عن أبي سعد الخضرية رضي الله عنه عن النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤية يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وشوف فقه الرؤية الجميلة أول حق يقول الحمد لله إنها من الله سبحانه وتعالى وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعز من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر شوف الفقه ده في الأحلام بعيد جدا عن غالب المسلمين عن غالب المسلمين ليلا ونهارا نسمع يعني أحلاما وأحلاما سيئة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الشيطان إنها من الشيطان ومع ذلك يحدث الناس بعضهم بعضا بها بل وتأتي على الفضائيات وتفسر وهناك من يتخص في هذا في تأويل هذه الأحلام فنقول إن الأمر كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم رؤية يحبها فإنما هي من الله سبحانه وتعالى وهي جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب ولا يحدث بها إلا من يحب كما قلنا العين والحسن وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعز من شرها ولا يذكر الأحد فإنها لا تضر فإنها لا تضر فمسألة إنه كل ما نرى كل ما نرى كل ما نرى نذكره للناس فهذا ليس ليس بصواب ليس بصواب وكما نقل عن ابن سرين يعني أشهر من يفسر الأحلام وأن كان كتاب تفسير الأحلام لابن سرين يعني ليس ليس هو من تأليفه ليس هو من تأليفه إنما هو نقل عنه يقول لمن يسأله يقول أطع الله نهارا ولا تلتفت لما تراه ليلا إن كان يعني مما تكره يعني إن كان مما تكره يسأل هل يجلد أن يذهب إلى الحج أو العمر بالتقصيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الحج على الاستطاع على الاستطاع فلا يجب عليك أن تستدين من أجل الحج من أجل الحج والعمرة الجمهور على أنها مستحبة هناك من قال بوجوبها في العمر مرة كنا الجمهور على استحبابه فالكلام عن الحج فالإنسان لماذا يستدين ومضار الأمر لمن استطاع إليه سبيل فإذا امتلك ما يكفي للحج زيادة على نفقات الأصلية ونفقات من تلزمه نفقه حتى يعود فهنا يعني يحج إنما طيب هذا لا يجب عليه الصلاة إنما طب هل يجوز أن يستدين أو جمعية جمعية كأنها بالتقصيد من ناحية الجواز يجوز إن كان عنده القدرة على السداد يعني دخل جمعية ويدفع من رتبه كل شهر أو استدان ويعرف أنه يستطيع أن يسدد سيأتي مال أو سيسدد على أقصاد من ناحية الجواز يجوز هات الجواز يجوز لكن لا يجب عليه بمعنى أنه يأسم لم يؤدي فريضة الحج لأنه لم يستدين من أجل أن يحج فلا يجب عليه ذلك إنما من ناحية الجواز يجوز لمن يستطيع أن يسدد وأنه قدرة على السداد والله أعلم تقول إنها تحدسها صديقتها في الهاتف تليفون فلما تريد أن تختم المكالمة فتقول ربنا طبطب عليك ربنا طبطب عليك كلما تختم مع المكالمة ربنا طبطب عليك فهل هذا يجوز نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام الدعاء له أداب له أداب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث عند مسلم وغيره استجابوا لأحدكم أو للعبد ما لم يعدوا بإسم أو قطيعة رحم هي أداب للدعاء والالتزام بأدائية القرآن والسنة لا شك أنه أفضل لا شك أنه أفضل للدعاء والأمر يختلف بين من عنده علم وبين العام وبين وبين العوام فلا شك اللي تقول ربنا طبطب عليك في كل نهاية مكالمة لا شك أنها من العوام لا شك أنها من العوام فليس من يكون عنده علم يقول ربنا طبطب عليك لأنه لا يصح أن نصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله عليه الصلاة والسلام هل وصف النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أنه يبي طبطب على الناس طبطب يقول لك ايه المعنى يعني لا لا تقترح صفة من عندك لا تقترح صفة من عندك ولا تقترح صفة من عندك والصعوبة أن تقول ربنا يغفر لك ربنا يرحمك ربنا يسر لك أمرك ربنا يسر لك أمرك الصعوبة في ذلك ما الصعوبة ربنا رحمك الله غفر لك الله يسر الله لك أمرك هكذا بارك الله فيك أدائك كده جميلة كلما ربنا طبطب عليك هذه الصفة لا نقترح صفات ونقول أصمعناها يعني بالراحة كده لا تقترح صفة لم تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في صعيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة الليلة أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 فاسألوا أهل الذكر ترجمة نانسي قنقر